أرحنا يا بلال بها أرحنا ننظر روح من تعب السنين فذا حبل من المولى إلينا رواء الروح بل أعمود ديني وقرة أعين ودليل صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم التوحيد الصلاة هي التوحيد التوحيد أحبابي كلمة وفعل كلمة باللسان وفعل في الصلاة لذلك رواء مسلم من حدث جابر قال عليه الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ماذا ترك الصلاة فهذان الأمران هما كلمة التوحيد وفعل التوحيد ألا وهي الصلاة هؤلاء أو هذين الأمرين يدخلان العبد في الإسلام بمجرد أن يفعلها وأيضا يخرجانهم من الإسلام بمجرد أن يتركها كل واحد منها بمفرده لقد سمى الله عز وجل الصلاة إيمان وتوحيد قال الله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ مَاذَا إِيمَانَكُمْ يعني توحيدكم وهو صلاتكم صلاتكم لبيت المقدس لأنه كانوا يصلون لبيت المقدس فخافوا أنها لم تقبل قال وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ فَسَمَّى الْإِيمَانَ صَلَاهُ إذن المبتعد عن صلاتها مباعد عن التوحيد وأهله في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما وقال وَمَنْ لَمْ يُحَافَظَ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانَ وَلَا نُورَ وَلَا نَجَاهُ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مَعَ مَنْ مع قارون وَهَامَان وَفِرْعَونَ وَأُبَيُّ بِنْ خَلَفِ بالله لحظة معي شوفوا يعني ركزوا معي لماذا قال هؤلاء الأربعة قارون شغله ماله عن الصلاة فرعون شغله سلطانه عن الصلاة ومنصبه هامان شغلته وظيفته عن الصلاة لكن أبي لماذا حشر أبي مع هؤلاء مع هذه الأسماء أسماء الطغاة هؤلاء لأن أبي هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم وشر الناس من قتل نبيا أو قتله النبي إذن الإنسان الذي لا يقيمه الصلاة سوف يحشر مع هؤلاء التوحيد أحبابي في صلاتنا نبدأ من تحريمها إلى تسليمها تحريمها اللي هو تكبيرة الإحرام مجرد من ترفع يديك يعني إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الربع عز وجل سئل الإمام أحمد عن الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال ذل بين يدي عزيز ذل العبودية العبودية للمأبود هذا هو التوحيد وكذلك الإشارة في الأصبع لماذا؟ هي إشارة للتوحيد وأن الله في السماء يعلوه أما أركان الصلاة الظاهرة فكلها توحيد وهذا لا يكون إلا في الصلاة القيام قيام العبادة لا يصرح إلا لله عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الرجال له قياما تبهوا خاصة هذا في ناس الآن وعليس هنا ملفت مهم بعض الناس إذا دخل المجلس يزعل إذا ما فزت الناس لها تبهوا ترى هذا حديث خطير من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار القيام عبادة تقوم احتراما عليش لكنك تقوم إجلال وتعظيم هذه لله الله قال وقوموا لله قانتين لا تقوموا لأحد قيام تعظيم واحترام إلا لله عز وجل هم قيام السلام ونحو ذلك فلا بأس به إن شاء الله إذن فرق بين القيام له تعظيما والقيام له سلاما القيام نفسه في قراءة القرآن الذي هو توحيد وترسيخ للتوحيد وأعظم ذلك قراءة الفاتحة كلها توحيد ثم الركوع نوع من السجود وذلك قال الله عز وجل لبني إسرائيل أدخلوا الباب ماذا؟ سجده يعني راكعين وإنما أمروا بالنحناء والتعظيم لماذا؟ لأن الركوع نوع من السجود فإذا أردت الركوع فلا تركع ولا تستحضر بقلبك أن هذا الركوع لأي مخلوق لا لا الركوع للخالق جل وعلا وحده أليس هذا يؤكد التوحيد يا أخواني؟ بل ويزيده لو كنت أن تستشعر هذا المعاني يا سلام إذا كنت يعني إذا وقفت بين يدي الله قيام العبادة والذل مسكت يديك إحداهما بالأخرى رميت ببصرك إلى موضع سجودك طأطأت رأسك تستشعر أن هذه الحركة لا يستحقها البشر لا يستحقها أحد إلا الله سبحانه وتعالى يستحقها لا نبي مرسل ولا بشر فضلا عن من دونهم إنما هي حركة خاصة من العبد لله عز وجل لربه لأنه هو الذي له التوحيد التوحيد يزداد ويرسخ بالصلاة أما ما في جوف الركوع من الذكر فإنه أيضا توحيد وتعظيم لله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فماذا؟ قال فعظم فيه الرب عز وجل وإذا عظمت ربك وعظم في نفسك تيقنت أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك فأنت تركع وتزداد شرفا تزداد توحيدا تزداد انطراحا بين يدي ربك تزداد توكرا على ربك تركع وتحمد ربك لأن غيرك لا يركع لله عز وجل الله عز وجل يقول وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون أما أنت فأنت تركع مما نقول عنه أيضا في الركوع اللهم لك ركعت لك وحدك لا أركع لأحد غيرك هذا التذكر انحناء الضخر الركوع تستحضر فيها أوامر الله عز وجل فلا تقدم أحدا على الله عز وجل تستسلم لها وهل المسلم إلا المستسلم فمن ركع ظهره ثم جاءه جاءه الدليل لبيان الحق جادا ليرد الحق لا لا المؤمن مقتنع أنه ينتفع بصلاته بعد ذلك تخر إلى الركن الأعظم في الصلاة ركن التوحيد وهو السجود لله عز وجل تسجد لربك تخضع تضع أشرف أعضائك على الأرض وتعفر وجهك بالتراب إلى الله سبحانه وتعالى ولا ترضى أن تقدم هذه العبادة لأي أحد لا في السماء ولا في الأرض إلا الله عز وجل الصلاة هي الدعاء الدعاء لمن؟ لله ابن القيم يقول رحمه الله عز وجل يقول فما دفعت شدائد الدنيا بمثل ماذا؟ بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء المكروب بالتوحيد ودعوة ذنون بالتوحيد لا إله إلا أنت توحيد سبحانك تنزيه إني كنت من الظالم الاعتراف وذل بين يدي الله عز وجل هذا دعاء ما دعا به بكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا حزب أمر يفزع للصلاة لماذا؟ لأنها التوحيد التوحيد في التحيات طيب لما تقرأ التحيات كان بمسعود رضي الله عنه يقول كنا إذا جلسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله السلام على الله قبل عبادة السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله لماذا؟ قال فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقولها ثم بعد ذلك تخير من الدعاء أعجبه إليك فتدعو به وهذا الحديث في المتفق عليه أيضا لما تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين معنا توحيد إذن الصلاة توحيد كلها توحيد من أولها إلى آخرها خضو ذل ذكر أدعية فلذلك جميل أن تعظم الصلاة بل مهم أن تعظمها تجعلها أهم شيء وهي الركم الثاني بعد التوحيد بارك الله هني أن للعباد الركعيني هني أن للعباد الركعيني ترجمة نانسي قنقر